بسم الله الرحمن الرحيم المربع طول الارتفاع يعني هو نصف القطر للتربيع يساوي جداء القطعتين اللي بيحددن على الوتر 3 ضرب 12 يعني 36 فإذن نصف القطر طلع عندي 6 لحساب المناطق المظللة رح أحسب المثلث OAB كاملا وأفرغ منه ربع دائرة إذن المنطقة المظللة تساوي مساحة المثلث صارت قاعدته 15 ارتفاعه 6 6 على 2 هذا المثلث بدي أفرغ منه ربع دائرة الدائرة النصف قطرة 6 P R ك R يعني 36P على 4 ويساوي الستة مع الاتنين أعطتني 3 3 بي 15 45 ناقص 36 على 4 9P فالجواب هو D السؤال الثاني عم بيطلب مني مساحة الحلقة الدائرية رح أفطرد هذا الجزء طوله X أيضا هون عندي رح يكون X باستخدام قوة نقطة بالنسبة للدائرة رح أخذ قوة النقطة B يعني مربع طول المماز يساوي الجزء الأول ضرب الكلي يعني مربع الاتنين جزء الخمسة 20 يساوي 2 مضروب بـ 2 زائد 2X هلأ الاتنين مع العشرين عطتني عشرة 2X بتساوي 8 معناها الـ X طلع 4 إذن هذا الجزء من المماز طوله 4 هلأ بالحلقة الدائرية حتى نطالع مساحة حلقة دائرية بتكون عندي مساحة الحلقة إذا عندي مماز طوله X رح تكون هي P مضروب بـ X للتربيع يعني معناته الـ X4 إذن 16B فالجواب هو J السؤال الثالث لاحظ OJ هو نصف قطر فيساوي الاتنين وأيضا هون بساوي إذن صار عندي AOJ مثلث متساوي الساقين هون عندي أيضا 15 زاوية خارجية هون عندي قياسة 30 درجة هلأ أنا بعرف بالمثلث أنه الخط المتوسط بيسمدي المساحة بالنص يعني هون A وأيضا هون بيكون A فرح أرمز لمنطقة لمنطقة A B O B A A O J أيضا A على اعتبار أنه A O خط متوسط نازل في منتصف الضلع B J المنطقة المزللة هون عندي رح أرمز لها بالرمز B لاحظ هو يطلب مني بده المنطقتين A و B المزللتين لكن أنا شو رح أساوي بسهولة بنحسبه معي بشكل أفضل إذن صارت عندي المنطقة المزللة ترى الألان بساوي هون عندي نصف القطر هو 2 P R يعني 4 P مضروب بنسبة الزاوية 30 من أصل 360 درجة ويساوي 30 مع 360 عطتني 12 بالأسفل الأربعة مع 12 تعطيني 3 إذن الجواب هو P على 3 فالجواب هو A السؤال الرابع عم بيقلي عندي أربعة دوائر متساوية أنصاف أقطار أثنين عم بيقلي محيط الشكل هذا A B J D هذا عاطيني محيط 22 P عم بيطلب مني طول الخيط المشدود على الشكل هذا هنا في عندي خيط مشدود على الشكل كاملا هو هذا اللي عم بلونه باللون الأزرق عم بيطلب مني طوله هلأ دوبا وأبدا شباب حتى لو كان عندي هدول بكرات رح نعتبرهم حتى لو كان عندي ثلاث بكرات أو أربعة بكرات أو خمس بكرات مهما كان العدد إذا كانوا متساويات رح يكون طول الخيط شو بيساوي بيساوي محيط هذا الشكل الواصل بين المراكز زائد طول بكرة كاملة يعني محيط دائرة كاملة يعني طول الخيط رح نرمزه لطول الخيط بإيكس يساوي قلنا محيط الشكل العاطين هي 22P زائد بدي محيط دائرة أنا الدائرة عندي نصف خطرة 2 إذن 2P مضروب بR يلي هو 2 ويساوي 22P زائد 4P 26P فالجواب هو B هلأ ممكن طالب يتسأل طيب ليش عم بيطلع عندي محيط دائرة علما إنه الشكل يجوز تكون زواياه مختلفة يعني يجوز يكون هون ألف هون عندي بيتا هون عندي رح أخذ وأرسم وأوضح شو السبب رح أخذ من هون عمودة على المماس بالشكل التالي أيضا من هون عمودة على المماس لاحظوا شباب هون القطعة الأولى هاي إذا رمزت بهذا الرمز هون رح يكون فيه نظير إلى لأنه تشكل عندي هون مستطيل أيضا هون هذه القطعة هي نفس هاي القطعة القطعة اللي هون هي نفس شو المشكلة عندي المشكلة بالأقواص أنا عندي هون قوس أول وقوس ثاني وقوس ثالث وأيضا قوس رابع جمع هالأقواص لازم يعطيني دائرة كاملة طيب شو الإثبات منشوف شو الإثبات هون عندي زاوية قائمة أيضا هون عندي زاوية قائمة تسعين وتسعين مية وتمانين معناتها الألفة والمقابلة هدول متكاملتين إذن هون مية وتمانين ناقص ألفة بنفس الإسلوب هون في تسعين وهون في تسعين عندي هون مية وتمانين ناقص بيتة هون رح يكون عندي مية وتمانين ناقص تتة وهون رح يكون عندي مية وتمانين ناقص جمع هلا أنا عندي ألفة زاوية بيتة زاوية تتة زائد γاما هدول كلهم 360 طيب إذا هدول الزوايا 360 مكملاتهم كمان رح تطلع 360 تعالوا نشوف 180 ناقص ألفا زائد 180 ناقص بيتا زائد 180 ناقص تيتا زائد 180 ناقص جاما أنا طالع عندي هون 180 مع 180 أربع مرات إذن 720 طيب ناقص ألفا ناقص بيتا ناقص تيتا ناقص جاما يعني ناقص 360 720 رح تلاتمية وستين فالمجموع هو تلاتمية وستين درجة إذن معناها قياس الزوايا المركزيات هدول هاي وهي الزاوية وهذه الزاوية وهي الزاوية أعطاني 360 يعني معناته بشكله لقوس دائرة كاملة لذلك رح تضفت محيط دائرة كاملة لحل التمرين رقم خمسة هذا التمرين فيه له قاعدة بشكل سريع بتعطيني الحل القاعدة شو بتقول إنه هالمساحة المظلة هي بتساوي مساحة المسلس OBJ رح أشرح القاعدة وأرجع أحل التمرين لاحظوا القاعدة شو بتقول إذا عندي مسلس مثل ABJ أنا شكلت دائرة أولا من الجزء AB أخذت بمنتصف هذا الجزء ورسمت دائرة رسمت دائرة إذن مركزه هو منتصف AG رسمت نصف دائرة وأيضا على الضلع AB أخذت من المنتصف رسمت نصف دائرة وأيضا على الضلع BJ وقفت بالمنتصف وأخذت دائرة على كاملة الضلع المناطق S1 زائد S2 هدور رح يكون مجموعا بساوي مساحة المسلس كاملة طبعا إذا استخدمت أنا القاعدة هون عندي 12 أكيد هون كمان عندي 12 فالمنطقة المظللة رح تكون بتساوي مساحة المسلس إذن 12 ب12 على 2 12 مع 2 هتطني 6 6 ب12 72 إذن الجواب هو D هلأ بدون القانون كيف رح نحل هذا التمرين أولا رح أحسب مساحة الشكل كاملا مساحة الشكل كاملا هو عبارة عن مسلس J O 1 B بالإضافة إلى نصف دائرة فوق إذن كامل الشكل كامل الشكل يساوي المسلس مساحته O 12 ب12 على 2 هذا المسلس هلأ لحظوا هون 12 12 بيطلع عندي هذا 12 جزر 2 فنصفه هو 6 جزر 2 وهون 6 جزر 2 إذن نصف قطرة دائرة اللي كبير هاي هون اللي مركزها O 2 نصف قطرة 6 جزر 2 هلأ أنا حسبت أول شيء المسلس رح أضيف فوقه نصف الدائرة إذن زائد P ري كري ربع لي هذا هون 36 ب2 إذن 72 P لكن على 2 لأنه نصف دائرة أنا هون حسبت مساحة الشكل الكاملا طيب هلأ من هذا الشكل أنا شو بدي أساوي هلأ حتى أحصل على المنطقة المزللة أنا ما بدي الشكل كاملا بدي المنطقة المزللة إذن صارت ترى لألان تساوي من هذا الشكل الكامل بدي أفرغ منه ربع الدائرة اللي مركزها بأو واحد وقوسها هو من جي لبي ربع دائرة إذن بدي أطرح منه هذه الدائرة نصف قطرة هو 12 فبي ري كري يعني 12 للتربيع إذن 144 بي لكن على 4 المية وأربعة وأربعين على 4 اختصرة على 2 بيطلع معك 72 بي على 2 لاحظ 72 بي على 2 مع 72 بي على 2 راحة شو تبقى عندي تبقى عندي مساحة المثلث يعني اللي هي 72 السؤال السادس انتبه عم بيقلي عندي إيش يا رم شامبر لاب إذن نصفي دائرة لكن أنصاف أقطار متساوية عم بيقلي الاب طوله أربعة فإذن أنا بستنتج أنه نصفه هو 2 يعني نصف قطر الدائرة هو 2 وهون أيضا عندي 2 طيب لو أنا أخذت نصف قطر الدائرة يلي هون ونصف قطر الدائرة يلي هون بالشكل التالي لاحظوا أنا O2D صار مماس للدائرة اللي تحت و O1D هو نصف قطر للدائرة اللي بالأسفل إذن نصف القطر يعامد المماس صار هون في عندي تعامد أيضا O2B يعامد الدائرة لأنه هو مماس راح تشكل عندي هون زوايا قائمة فصار عندي الشكل مربع لو أخذت قطر هذا المربع وصلته بالشكل التالي طبعا الشكل المتناظر تماما دين اسم بالنص راح أسميها المنطقة المظلة لهاي راح أسميها A بالشكل التالي هذا القطاع أنا حابب أحسبه وبعدين بضرب بالتين هلا ال-A شو بيساوي أنا عم بحسب بال-A بالشكل التالي من خلال ربع الدائرة هذا يلي عندي لاحظوا عم بظلله راح أخذ ربع الدائرة اللي ظللته باللون الزهري وأفرغ منه المسلس يلي عم بظلله باللون الأزرق هلا صارت المنطقة المظللة ال-A عم بحكي هي P-R-K-R يعني أربعة P هذا أعطاني مساحة الدائرة كاملة لكن ده أسم على أربعة لأنه هو ربع دائرة وبيدي أفرغ منه المسلس القائم يلي طول ضلعه 2 ب2 إذن 2 ب2 على 2 إذن ال-A يساوي P-2 هذا ال-A إذن المنطقة المظلة كاملة هي ضعفة إذن 2 P-4 فالجواب هو D السؤال السابق راح أسمي هذا الجزء A أيضا هنا فصار نصف قطر هذه الدائرة هو 2A طب لو أنا وصلت من O إلى A راح أحصل على نصف القطر وهذا نصف القطر لنا طوله 2A في المثلث A B-O مقابل الزاوية هون عندي هاي اللي أشرت عليها مقابل هذه الزاوية نصف طول الوتر فإذن زاويتي أكيد هي 30 وهون عندي 60 و مثلث شهير 30 60 90 إذن عندي مقابل 60 4 جزر 3 معناها مقابل 30 هو 4 والوتر كاملا 8 إذن معناها تعرفت نصف القطر هو 8 هلأ لحساب المنطقة المظللة رح أخذ القطاع الدائري الكامل هذا بالشكل التالي وأفرغ منه المثلث القائم يلي عم بظل باللون الأزرع إذن أصبحت لدي المنطقة المظللة ترى الألان بتساوي P 64 P مضروب بنسبة زاوية القطاع يعني 60 على 360 بدي أطرح منا مساحة المثلث هذا المثلث قائم إذن 4 مضروب ب4 جزر 3 على 2 ويساعد 60 مع 360 عطتني 6 بالأسفل 64 ويقبل قسمة على 2 إذن 32 P على 3 ناقص هلا هون عندي 4 ب4 16 مع ال2 8 إذن 8 بجزر 3 فالجواب هو A السؤال الثامن عندي شرحت الفكرة تبعيته أثناء حل التمرين الخامس إنه فيه قاعدة بتقلي إنه هالمنطقتين المظللتين المرغوب حسابهم هن بقد مساحة المسلس كاملا إذن المنطقة المظللة بتساوي 6 ب8 على 2 6 ب8 على 2 يعني 24 والجواب هو D طبعا بنفس الأسلوب مثل ما حكينا قبل شوي بإمكاني أحسبهم يدويا رح أحسب كامل الشكل وأفرغ منه نصف الدائرة الكبيرة طبعا هون الدائرة الكبيرة 6 8 إذن هذا بيجي كله عشرة معناته هون الر إلى 5 لحظوا شباب كامل الشكل كامل الشكل هو عندي مثلث قائم مساحته 6 ب8 على 2 هذا المثلث زائد رح أخذ نصف الدائرة هون يلي نصف قطرة هذا R2 يساوي 4 بي ري كري يعني 16 بي هاي الدائرة لكن على 2 لأنه هي نصف دائرة رح أخذ أيضا نصف الدائرة العليمين يلي إلا هي الر هو 3 إذن زائد بي ري كري 9 بي على 2 لأنه هي نصف دائرة أخذت هون الشكل كاملا شو بدي أفرغ منه الدائرة البيضاء نصف الدائرة البيضاء إذن نصف دائرة نصف قطرة هو 5 بي ري كري يعني 25 بي على 2 لاحظوا لي شو صار 16 وال 9 25 مع الناقص 25 إذن هالحدود اللي 3 كلهم راحوا شو تبقى عندي 6 ب 8 2 يعني 24 السؤال التاسع لاحظ عن بي عندي مستطيل فيو بي ج طول 4 إذن بي ج 4 يعني نفس الشيء رح يكون عندي ف اي هذا طول 4 إذن هو نصف قطر الدائرة معنا أنا هون عندي الدائرة يلي مركز F لاحظوا قوسة هو من A إلى B نصف قطر هون الر إلى 4 وأيضا عندي فيه هون ربع دائرة هاي البيضاء مركز أيضا موجود ب J ولها نفس نصف القطر إذن كمان هون الر 4 بده كامل المنطقة المظللة لاحظوا شو صار عندي هذا الجزء يطابق تماما هذا الجزء يعني أنا لو فكيت هذه المنطقة وشلت وحطيت هون رح يكون عندي مربع كامل هذا المربع كاملا طول ضلع 4 إذن هون عندي 4 4 4 فالجواب هو 16 جواب A السؤال العاشر لاحظ فكرة السؤال ترتكز على أني أنا أطالع مساحة القطاع الدائري الكبير O1 جيدة وأفرغ منه نصف دائرة لكن أنا لازم أعرف هذه الزاوية قديش قياسة رح أوصل من O2 إلى B نصف القطر يعامل المماس حصلت على مثلث قائن نصف قطر الدائرة البيضاء 3 إذن هون عندي 3 فلاحظ بالمثلث B O2 O1 عندي طول الضلع يساوي نصف طول الوتر فإذن زاويتي أكيد هي 30 وهون عندي 60 30 60 90 هلأ حساب المنطقة المظللة المنطقة المظللة تساوي رح أخذ قطاع كبير نصف قطره لاحظ 3 و3 و3 يعني 9 إذن هذا هون نصف القطر هذا الار الكبير 9 وأفرغ منه نصف الدائرة طبعا القطاع يلي 81 بي مضروب بنسبة الزاوية 30 من 360 رح نفرغ منه نصف دائرة هذه الدائرة نصف قطره 3 بي ري كري إذن 9 بي على 2 هلأ الـ 360 مع الـ 30 تعطيني 12 بالأسفل أيضا الـ 81 والـ 12 بيقبلوا قسمة على 3 بيبقى هون 27 وبيضل عندي 4 بالأسفل إذن صار عندي المنطقة المظللة تساوي 27 بي على 4 ناقص التسعة بي على 2 رح واحدة على 4 أضربها بـ 2 إذن 18 بي على 4 فصارت المنطقة المظللة 27 راح 18 9 بي على 4 فالجواب هو D السؤال إذا عش عم بيطلب مني حساب المنطقتين المظللتين رح افترض هذا القوس قياسه X وهذا القوس قياسه Y أنا في عندي زاوية داخلية وليست مركزية هذه الزاوية من جهة عم تقابل قوس قياسه X ومن جهة أخرى عم تقابل قوس قياسه Y فإذن قياس هذه الزاوية اللي هي 90 يساوي جمع القوسين على 2 معتل X زائد Y جد الطرفين بالوسطين 180 إذن إذن القوس خليني أسمي هذه النقطة K من B إلى K هذا القوس اللي أنا رسمته قياسه Y لأنه أنا قلت X وال Y بيطلع بشكله لنصف دائرة معناها الوتر اللي كان في الواي وأيضا بده هذه المنطقة هلأ أنا المسلس اللي تشكل عندي A B K هو مسلس قائم أكيد لأنه قوس الزاوية هي هون عند الB قوس هو نصف الدائرة فهي زاوية محيطية عم تواجه قطر الدائرة فإذن هي 90 درجة 6 8 معناته هذا من A إلى K 10 معناته نصف قطر هذه الدائرة الر هو 5 هلأ حساب المنطقتين المزللتين رح أخذ نصف الدائرة أفرغ منه المسلس القائم إذن صارت المنطقة المزللة بدي نصف الدائرة P ر ك يعني 25 P على 2 بدي أفرغ منه المسلس المسلس 6 ب8 على 2 6 ب8 على 2 لأنه مسلس قائم إذن صارت المنطقة المزللة هي 25 B على 2 نا 48 48 عن 2 يعني 24 الجواب A السؤال التالي عم يطلب مني X علما أنه S1 بتساوي S2 رح أسمي المنطقة هون S1 رح أسميها A إذن هون أيضا عندي A والمنطقة هاي هون البيضاء رح أسميها B هلأ انتبهوا أنا هون عندي بالشكل في عندي تعامد وفي تعامد إذن فيه توازي AB ووازي OG إذن الشكل ABJO هو يعني شبه منحرف قائم صار عندي بالشكل التالي مساحة شبه المنحرف إذن شبه المنحرف أو هذا اليموك مساحته شو بتساوي بتساوي مساحة ربع الدائرة إذن بيساوي ربع الدائرة إذن مساحة شبه المنحرف صارت بتساوي ربع الدائرة هلأ أنا عندي نصف قطر الدائرة هو X فنفسه هو هذا الضلع هون عندي من O إلى A X ربع الدائرة ربع الدائرة يلي نصف قطرة هو X شو هو مساحته إذن P R ك R على 4 يعني X مربع على 4 أعطاني طبعا مضروب بP إذن X ك R ضرب P على 4 أعطاني ربع الدائرة يساوي شبه المنحرف شبه المنحرف هو القاعدة اللي صغيرة زائدة الكبيرة على 2 مضروب بالارتفاع إذن X زائدة 2 إذن X زائد 2 على 2 طلعت القرطة طبعا ضرب الارتفاع إذن مضروب بX هلأ فيني أختصر X من هون راحت مع التربيع جداء الطرفين بساوي جداء الوسطين إذن 2 مضروب بX بP صار 2XP لازم يساوي 4X زائد 8 أيضا فيني هون أنقل الـ 4X للجهة الثانية صار عندي 2XP ناقص 4X يساوي 8 فيني أسحب 2X عامل مشترك رح أكتب معلش بالأعلى أنا آسف شوي ما بقي مكان للكتابة رح أسحب 2X عامل مشترك إذن صار 2X مضروب تبقى عندي هون P ناقص 2 يساوي 8 رح أختصر على 2 اللي 2 مع اللي 8 عطتني 4 فصار عندي هون X يساوي رح أقسم على P ناقص 2 إذن X يساوي 4 على P ناقص 2 فالجواب هو P السؤال 13 عم بيطلب مني X1 ناقص X2 علما أنه هون عندي مربع رح أسمي هذه المنطقة A وهذه المنطقة B رح أمسح شوي مشان لأنه ما بقي عندي مساحة أني أكتب رح حاول أشكل معادلات بالشكل التالي لاحظ طول الضلع 4 إذن هاي هون نصف قطر هذه الدائرة 2 وهون عندي أيضا 4 هلأ الشكل كاملا يعني هو A زائد B زائد S1 زائد S2 إذن A زائد B زائد S1 زائد S2 هذا الشكل كاملا هو مربع مساحته 16 في عندي نصف دائرة في الأعلى هذه نصف الدائرة مساحتها هي A زائد S1 إذن A زائد S1 بتساوي مساحة نصف دائرة أنا عندي نصف قطر هذه الدائرة 2 يعني أربعة B لكن على اتنين إذن معناتها اتنين B في عندي ربع دائرة لاحظ ربع دائرة مركزها عند الج وقوسها هو DB نصف قطرة هون هو أربعة فإذن صار S1 زائد B إذن B زائد S1 شو بيساوي بي ري كري رح أربع الأربعة 16 بي لكن دقسم على أربعة إذن أربعة بي هلأ أنا لو جمعت المعادلتين طبعا هي المعادلة الأولى وهي المعادلة التانية وهي المعادلة التالتة رح أجمع فقط المعادلتين الأول تانية والتالتة بالشكل التالي صار A زائد B زائد مرتين S1 بيساوي 6B هلأ لو أخدت المعادلة الأولى وضربتها كلها بإشارة ناقص لاحظ صار ناقص A ناقص B ناقص S1 ناقص S2 يساوي ناقص 16 رح أجمع هالمعادلتين مع بعض A مع ناقص A B مع ناقص B 2S1 ناقص S1 تبقى عندي S1 عندي هون ناقص S2 يساوي 6B 6B ناقص 16 فالجواب هو J السؤال 14 عندي مربع طول ضلعه 4 لاحظ هون معناتها نصف قطر كل دائرة هو 2 هلأ لو أنا وصلت الأقطار بالشكل التالي B D وأيضا A J لاحظ هون رح يطلع عندي 8 مناطق كل منطقة بتساوي الأخرى يعني هون A وهي أيضا A وكل أياتهم نفس الاسم رح يكونوا هلأ أنا بيكفي أني أحسب منطقة واحدة وبطرب بعدين بـ 8 هلأ لو أخذت من المركز إلى هون عندي لاحظوا كيف أنا رح أحسب حاليا هذه المنطقة هاي الـ A بالشكل التالي الـ A B طوله 4 فإذن هون عندي نصف القطر هو 2 طبعا هون 2 وهون كمان 2 كيف رح أسوي أحسب الـ A رح أخذ هذا القطاع اللي هو ربع دائرة هذا ورح أفرغ منه المسلس اللي رح ألونه باللون الأحمر رح أفرغ هذا المسلس هلأ هذا المسلس قائم طول ضلعه 2 بـ 2 على 2 يعني مساحته 2 إذن صار الـ A يساوي بدي أخذ ربع دائرة P ري كري يعني 4P لكن دقسم على 4 بدي أطرح منه ربع بدي أطرح منه مساحة المسلس 2 معناته صار الـ A P ناقص 2 المنطقة المظلة كاملة هي 8 أضعاف هذا الرقم إذن هي 8 P ناقص 16 فالجواب هو A السؤال 15 لاحظ عندي مربع كبير طول ضلعه 8 فإذن طبعا هون يأخذ من منتصف الضلع دوائر إذن معناته نصف قطر هذه الدائرة 4 بده المنطقة المظللة رح أوصل ما بين O 1 و A و O 2 و أسمت المربع إلى 4 مربع لحظ ما صار عندي صار هذه المنطقة مربع طيب طول ضلعه 4 ب4 إذن هذا مساحته 16 هذا المربع أنا عندي هذه المنطقة رح أسميها A وهذه المنطقة أيضا رح تكون A بنفس الشكل هلا المنطقة A هاي هون فيني أحزف أخذ بدال إلى هذه المنطقة أيضا هي يعني بتساوية تماما طيب صار عندي أنا المربع رح أضمه لكن عندي هدول 2 A 2 A كيف رح أحسب هدول مع بعض رح أخذ هذا المستطيل وأفرغ منه نصف دائرة لاحظوا هاي الدائرة بالشكل التالي رح أفرغ من هذا المستطيل إذن معناها الـ 2 A أنا عم بحسب فقط حاليا الـ 2 A الـ 2 A شو بتساوي المستطيل طول ضلعه هون 8 وهذا الضلع 4 8 يعني 32 ناقص بدي نصف الدائرة نصف الدائرة يعني 16 B على 2 معناها الـ 2 A هي 32 ناقص 8 B هلأ فصارت عندي المنطقة المزللة كاملة المنطقة المزللة رح أجمع لهذا المقدار رح أجمع له المربع ضيف 16 على 32 يطلع عندي 48 ناقص 8 B فالجواب هو A السؤال 16 لو أنا فرضت طول هذا الضلع هو X مساحة المثلث A B J هو عبارة عن القاعدة بالارتفاع على 2 يعني X مضروب ب6 على 2 يعطيني مساحة المثلث مركز مركز الدائرة لو اعتبرته في هذه النقطة ونصف قطر الدائرة هو R كبيرة رح أسميه لاحظوا في بحس المساحة في المثلث كان آخر خاصية أخذناها أنه أنا إذا عندي دائرة مرة برؤوس المثلث فمساحة هذا المثلث كانت جداء أضلاعه ل3 على 4 R يعني 8 مضروب ب15 مضروب بX على 4 مرات R رح نختصر بقدر المستطاع الX راحت مع الX هلأ ال8 مع ال4 عطتني هون 2 2 ب15 30 30 مع ال6 تعطيني 5 صار 5 مع ال2 رح تنضرب يعني قطريا إذن صار R بساوي 10 عرفنا أنه نصف قطر هذه الدائرة 10 هو بده مني المساحة المساحة P R يعني 100 P فالجواب هو D بهيك شباب يكونوا وصلنا لنهاية هذا الاختبار بتمنى تكونوا استفدتم شكرا كتير لإصائقكم ترجمة نانسي قنقر